محطة الثالثة من الأوقات بدي ربنا لكن الدعاء بتاعي كان مثلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له ده أنا بديعي أن ربنا يقبل الدعاء بتاعي لكن في المسيح من خلال عمل الصليب في حاجة غريبة قوي حصلت ودي كانت النسبة لي يعني عاملة زي القنبلة المسيح قال حاجة غريبة قوي قال الحق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم باسمي من الآب باسمي يعطيكم يعني إيه بقى كلام ده يعني أنا أي حاجة أطلبها من الآب باسمه باسم الرب يسوع المسيح يديها لي آه طب إزاي طب أنا ممكن أقول له يا رب أنا عايزة مثلا عربية مش عارفة إيه ولا عايزة فيلا ولا عايزة فلوس في البنك ولا حنرجع تاني لنقطة الصليب الصليب أما أنا بقبله عامل زي الباب بتفتح وبتدخل وإما بتدخل بتدخل بتختلف بتبقى بره الباب ده إنسان وجوه الباب أما تعديه بتبقى إنسان تاني مع المسيح صلبت لأحيا لا أنا بل المسيح يا حيا فيه فأنا أما بيجي أطلب مش بطلب لنفسي بطلب فيما شئته اللي هو عايزه اللي نفسه فيه اللي عايز يحققه في حياتي وفي حياة الناس اللي حوالي فأنا أما بيجي أدخل الباب ده ما برجعش منه رشا مش بادخل رشا وأتحول لرشا أفضل رشا أبقى لأ ببقى المسيح عايش فيها بيغير فكري وبيغير قلبي وبيغير حياتي بيغير طلباتي بيغير أدعيتي الدعاء اللي أنا بطلبه وبصلي من أجله أو بدعيه بدعيه باسم يسوع فبينفزه ليه؟ لأنه هو عايز أنه هو ينفزه وهذا بقودنا للمحطة اللي كنت فيها من قبل اللي هي الحضور الإلهي لما الإنسان بيكون في محضر الله خلاص عاوز بس يتشبع من الرب كل الأشياء التانية يعني الكتاب بعلمنا أطلب وملكوت الله وبره أولا وهذه كلها تزاد لكم فيه إشي بخلي الإنسان يتعلق بالرب فيه حب صار صار فيه شركة صار فيه علاقة مشان هيك الكتاب بعلمنا بقول مواظبين على الصلاة ينبغي أن يصلك كل حين ولا يمل معددش فريضة صار كل حين أنه أنا في حالي عايشها في محضر الله صلوا بلا إنقطاع شو يعني صلوا بلا إنقطاع يعني مش السيعة أربعة والسيعة عشر والسيعة 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 الأخيرة خلاص أنا في حالة صلاة أنا في محضر الله وهي بتخلينا نتمتع بمحضر الله حتى صلواتي هي بتتشكل بحسب مشيئة الله ولمجد الله الرسول يعقوب قال تطلبونا ولستم تمتلكون لأنكم تطلبون رديا أصلا عم تطلب لذاتك ونفقاتك وهي مش الطريقة التعامل مع الله طول ما أنا في محضر ربنا الله يعلم لي أسراره سر الرب الخائفي وعهده لتعليمهم طيب التالي أنا مش مش بطلب بحسب ما شئتي لكن بحسب اللي هو على قلبه اللي هو أنا عايز يعمله اللي أنا اللي عايزني أنا أصلي من أجله فأنا مش بصلي عشان حياتي أنا الشخصية بس علشان احتياجاتي وعلشان أفكاري علشان متطلباتي لكن أنا بصلي اللي هو يحطه جوه قلبي العلاقة بقيت مختلفة العلاقة ما بقيتش منفصلة الإنسان وربنا مش منفصلين في الصليب أنا مش ببقى منفصلة عن الله أنا ببقى جوه الحضور الإلهي زي ما حضرتك قلت جوه الحضور الإلهي يعني أنا بتمتع بحضور ربنا طول الوقت طول الوقت ربنا أنا ممكن يكلمني طول الوقت أنا برفع قلبي وصلي زي ما أنت قلت صلوا بلا انقطع صلوا في كل حين إزاي الصلة مستمرة نعم الدنيا مختلفة جدا ما بين أن أنا أصلي في أوقات فروض وأن أنا أصلي طول الوقت وتمتع بحضور ربنا وصوته اللي بيكلمني طول الوقت